كان ذلك هو الخبر المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن سيد رامي أهلا بك معنا عبر إذاعة العربية أهلا بكم طيب نريد أولا نتابع معك يعني آخر تفاصيل تلك الغارة الإسرائيلية على قلب مدينة تدمر والتكشفت مزيد من التفاصيل حولها نعم نعم يعني مساء الخير أولا هذه تعتبر من أكبر الضربات التي تستهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا منذ الحرب على غزة منذ أكثر من عام هذه أكثر ضربة دموية تنال هذه الميليشيات تتحدث الآن عن 41 قتيلا كانوا جميعا كانوا في اجتماع في تلك المنطقة بالإضافة لذلك هؤلاء الذين كانوا في اجتماع المنطقة يعني حي الجمعيات أو الجمعية الغربية يقتله مقاتلون مغانين لإيران من الجلسية السورية من الجلسية العراقية الأفغان أي أنه حي الجمعية تحول إلى مركز لهؤلاء العاصر المغانين لإيران أي أنه تعتقد بأنه منطقة آمنة من الممكن أن يبقوا فيها دون استهداف إسرائيلي وأزمهم يستهدفون من قبل الإسرائيليين من فوق التراب السوري جرى استهداف منطقة تدمر نتحدث عن 41 قتيلا بينهم 10 من الجنسية السورية الموالين لإيران أو العاملين مع إيران يعني هم يعملون مع إيران بالإضافة لـ 22 من جنسية غير سورية والباقي حتى اللحظة هم جلول هوية لا يعلم إذا ما كانوا عراقيين ما كانوا سوريين عدد الجرحة قد يسبب بارتفاع حصينة القتلى التي كانت تصل اتباعا لأن عدد الجرحة أكثر من 50 جريح على الأقل في هذا الاستهداف الإسرائيلي النموي الكبير الذي طال منطقة تدمر الاستراتيجية بالنسبة لإيران لأول مرة يتم استهداف هذه المنطقة كان هناك استهداف لكن بعبوات ناسفة أو اختيالات سابقا ولكن عملية استهداف بهذه الطريقة هي لأول مرة يجري استهداف مديرة تدمر من قبل الإسرائيليين الذين كانوا لديهم معلومات دقيقة كاملة عن تواجد الميليشيات الإيرانية في منطقة تدمر التي تقع على طريق البوكمان لبنان أو طريق طهران بيرون طيب طالما اليوم المرة هل بتالي نحن أمام تطور جديد؟ ما الذي يشير إليه هذا التطور؟ وهل نحن أيضا أمام جبهة جديدة تضاف؟ نعم هو يطبق ما قالته إسرائيل سابقا أن سوريا سوف تستهدف طالما أن السلاح يصل إلى حزب الله ونحن نتحدث فقط من 27 من شهر أيلول سبتمبر الفائد وحتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 80 غارة جوية إسرائيلية وضربة جوية استهدفت الأراضي السورية وهذا يؤتمر رقب كبير كبير وكبير جدا لذلك أقول التوسيع لأماكن الاستهداف تكفيف الاستهدافات يعني يدل على شيء واحد بأن إسرائيل هي مصررة على استهداف كل تحرك وللميليشيات الإيرانية داخل التراب السوري يفقط مدنيين شهداء مدنيين أو قتلى أو يعني يقتل من الجيش السوري أو قوات النظام لكن بالنهاية هناك تواجد كبير يجري استهدافه عفوا من قبل إسرائيل أمس كان هناك استهداف آخر من قبل الولايات المتحدة للميليشيات الإيرانية في دير الزور قتلة خمسة لا نعلم إذا ما كانوا عراقيين أم من جزيات أخرى في استهداف أمريكي لتلك المنطقة اليوم الاستهداف أيضا في البادية السورية ولكن هذه المرة تدمر نعم من القاهرة شكرا مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن شكرا جزيلا لك نعم من القاهرة شكرا جزيلا لك